على مشارف العيد تبدو الأسواق في مدينة مارب مقتضة بمرتادها الذين يحرصون على التزود باحتياجاته ومتطلبات العيد برغم ظروف القاهرة والمتفاقمة في أسواق المدينة ومحالها التجارية أشكالا مختلفة من الحلويات وجعلت العيد بتفنن واضح لمالك هذه المحالة في عرض حلوياتهم بشكل مغر وجذاب لجذب أكثر قدر ممكن من الزبائن وبرغم حركة الناس التي تبدو كثيفة وكل هذه المعروضات إلا أن أسعارها تعد مرتفعة جدا وفوق قدرات الناس الشرائية بكثير وهو ما قد يكتفي أغلب الناس هنا بالطواف والعودة بوفاظ خالة إجعالة العيد هذه أصبحت شيء مهم ولازم وضروري في الشعب الوسط اليمني بالذات في العيدة اليمنية أيضا أسعار السوق بيواجه المواطن صعوبة كبيرة جدا بالنسبة لارتفاع المواد الغدائية وارتفاع ما فيها إجعالة العيد وغير ذلك بسبب تداهور الوضع الاقتصادي كما نعرف عنه الجميع وبأخذ عينة من أسعار حلويات العيد في السوق فإن حقيبة تحوي على بعض جعلة العيد يبلغ قيمتها نحو خمسين ألف ريال وهو مبلغ ليس حينا بالنسبة لكثير من الأسر المطحونة بالحرب والمعاناة العيد الماضي كان أسعار أقل من هذه الأسعار السنة في فرق الصرف كان العام الماضي صرف أقل من هذه السنة ولذلك كانت الأسعار مناسبة يقدر واحد يشتري مبلغ من حدود أربعين وخمسين ألف يشتري أكثر من هذا أنواع كثيرة ومسميات عدة لجعلة العيد تمتلئ بها الأسواق والأطباق التي تقدم لزوار العيد من الأقارب والأصدقاء والأرحام على رأس ذلك المكسرات كالزبيب واللوز والفستق والشوكلادة بكل أنواعها جميعا هذا يعني البضاعات أحيانا تختلف بعضنا نجمع بضاعات درجة أولى ويبسر راح تم عندها تهجر وبعض الناس البضاع حكي جي فاسدة حتى أنه مخزن من العام الماضي ونجيب لك أسعار مخفضة وبعض الناس والله لمقالف الأسعار يقنم الموسم تعد جعلة العيد طقصا تقليديا سنويا يحرص اليمنيون على توفيرها وشرائها كل عيد مهما بدت طروفهم عصية ومريرة كتقليدا متوارث بالنسبة لهم جيلا بعد جيل ومع دخول العام التاسع للحرب تبدو أوضاع الناس صعبة للغاية وبالكاد يجهدون للحصول على ضروريات الحياة ما يعني أن جعلت العيد ستكون خارج أولوياتهم ومقدورهم تماما لبرنامج أضواء رمضان هادي الحربي